أهلا بحضراتك وفي آخر فقرة النهاردة في حلقاتنا فقرة مهمة جدا جدا على مستوى لسه بقول لحضراتك وعلى مستوى ملف التحكيم في مصر عشان كده معنا خبير خبيرنا التحكيم الكابتن ناصر عباس عشان يشرح لنا كل الأمور ما هو جديد في الاتحاد المصري وكمان الحالات التحكيمية في الإسباب 19 من الدوري المصري كابتن ناصر منوارنا مشرفنا التحكيم لك ابن هاني وتحكيم كل مشاهدي وامتابعي كناتنا دلالي في كل مكان وبرحة بحضرتك طبعا زي ما حضرتك قلت حلقة فعلا حلقة مهمة جدا ان شاء الله تبقى حلقة مميزة كالعادة عايزة أبدأ مع حضرتك بالخبير الأجنبي للاتحاد المصري وقرة القدم جاي امتى شغلته ايه حيمسك ايه قليات العمل اللي حضرتك شايفها لازم تكون موجودة عشان ينجح هذا الخبير في إدارة ملف التحكيم في مصر تمام كابتن هاني نقاط سريع الخبير هو محترف يعني مفترض ان هو محترف يبقى متواجد بشكل يومي في تحاد الكرة دين امرا واحد مفيش فيها هزار يعني الخبير لو ادي يكون فيه معه لجنة حكام محترفة يا كابتن هاني وانا بتكلم بقول محترفة تتقادل المقابل المادي المناسب ليه؟ انا مش هينفع كابتن هاني النهاردة عادوا لجنة الحكام بييجي اللجنة ممكن يجي يوم او يومين في الأسبوع عشان يجي عين الحكام يروح المكلمة على تطوير منظومة التحكيم يعني محتاجين النهاردة الراجل ده يوميا مع اللجنة اللي موجودة معاه تبقى موجودة مرة في سكندرية مرة في قصيوت مرة يعني الكلام ده كله مهم جدا جدا الشغل التحكيمي محتاج شغل كبير جدا جدا الحاجة التانية قد من الحكام يعني اقل الشيء اكتبت النهاردة مستحقات الحكام وده شيء مهم جدا جدا انا النهاردة الكيمة بتاعة الحكم في داره ممتاز بتدفع من الأندية قبل بداية الموسم يعني كل النادي النهاردة بيتقالوا انت عندك النهاردة مثلا كذا مباراة مصاريف الحكام مبلغ كذا مفضلك بعتهم من الاتحاد المشكلة النهاردة انا اخر كل شهر في الحساب لكل حكم لعب مباراة او اثنين او ثلاثة ينزله المبالغ اللي هو لعيبها تنزل في الحساب بتاعه النهاردة الحكام ما خدتش فلوسها من بداية الموسم لوقت كابتن هاني وده مشكلة طبعا يعني الحاكم النهاردة هو موظف هو موظف حيجيب منه بيروح اسوانه واسكندرية وبروح حيجيب منين وهو مرتب ومسلا على قده يبقى مستحقات الحكام دي نمرة واحد جماعة مفيش فيها خاصة لانا جنت من بداية الموسم يا كابتن ما خدتش حاجة خالص من بداية الموسم بعد 19 اسبوع ممتاز ألف ممتاز بالقسم التالب القسم الرابع في مباراة اللي هي الكتاعات او الجمهورية ما حدش خد حاجة هروح لقسم الثاني كابتن الاولاني الاندية بتدفعها الاندية مسبقا بتدفع لتحدي الكرة موجودة المشكلة خليها في مخصصة الحكام تنزل كل شهر الحكم دي نقطة عاملة مشكلة كبيرة جدا جدا النهاردة انا بطلب الحكم حاجات مفروضا ان اوفر له الحاجات طيب عندنا مشروع الهدف ده موجود فيه كل الامكانات كابتن هاني انك انت تجهز الحكم فيه يبقى النهاردة الراجل مع فريق العمل في مشروع الهدف عاو ستطور من اداء هاني او ناصر تعالى روح عندنا هناك الصلاة مجهزة عندنا ملاعب مجهزة اذا ده شغل تطوير 24 ساعة اللجنة اللي موجودة تشتغل لو انا النهاردة ما عنديش امكان يجيب لجنة تشتغل لابد انك انت لازم ان توفر للراجل كابتن هاني الامكانيات اللي تساعده خاصة ان احنا كان عندنا تجربة قبل كده وحصلت فيها مشاكل فيما يخص الخبير هتدي له فلوس هيبقى يشتغل بشغل يومي النهاردة السؤال بقى المهمة اوي 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 كابتن هاني مين هيكون مسؤول عن رئيس لجنة الحكام ودي مهمة هل الراجل هيبقى خبير صح للتطوير ولا هيمسك ريس لجنة حكام تتكلم في خمس سلاف حكم على مستوى الجمهورية هل هو ممسؤول عنه ولا ممسؤول عن حكام الدور وممتاز فقط لا غير كلام دوت لو اتحاد الكورة ممكن يقعد مع الراجل عندنا في اللجنة الناس محترمة تقعد مع الراجل او هم يقولوا لهم فيه خبراء بره يقولوا رأيهم ايه المطلوب من الراجل عشان نقدر نمشي بالتطوير التحكيمي بشكل صحيح ده مهم جدا كابتن وزي ما قلت ده ملف لازم لازم يكون الامور واضحة فيه بشكل كامل من مساوة او من سلبيات التجربة اللي فاتت ما كانش الامور واضحة بشكل كامل خبير تحكيمي لا ده رئيس لجنة الحكام وكان فيه يعني جذب وشد في هذه المنطقة طيب عندنا مباراة ان شاء الله مباراة مهمة جدا نادي الايل بكرة امام سانداونس التاقم التحكيمي لمباراة الغد كابتن هو باملك الحكم طبعا ممكن كل عارفه الاثيوبي حكم عنده خبيرات كبيرة جدا جدا كابتن هاني بكرة المباراة كويسة يعني فيه كرة هتتلاعب اذن النهاردة مفيش فار ولكن انا المطلوب منه هي مشكلة المشاكل الحكام هي داخل مناطق الجزائي كابتن هاني يعني سيبك من اي حاجة في نص الملعب فاول او مش فاول اختبار الحكم الحقيقي هو داخل مناطق الجزائي هنا وهنا اذن النهاردة ما عندكش الفرقة مش هتلاعب اخشونة يعني الماشي اللي فات فيه ماشي الهلال شفت اللعب كان عامل ازاي وشفت الأخطاء اللي كانت مفروضة الحكم يحسبه ومحسبهاش ولكن بكرة ماشي حيبقى سهل اذن المطلوب من باملك بكرة انه هو يركز تركيز شيدت جدا خصصا الفار مش موجود هتشاف انه حكم جيد هو حكم كويس وماشي كويس ولكن خلي بالك كابتن بكرة ماشي صعب جدا يعني صعب جدا 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 اذن النهاردة تحكين مكر حيبقلي دورة كابتن هاني في ايه انا كحكم النهاردة ما سيبش حاجة للظروف خصصا النهاردة الفار مش هيساعدني الفار نهاردة مش هيرجعني تاني اذن لابد انك انت تتواجد في الحدث عندك تزاوية رؤية واضحة تدي قناعات للعبين ناخد ملعب انك انت متواجد ان كل واحد ياخد حقه والعدالة تبقى موجودة ده كل الكلام دوت محتاج شغل كبير جدا جدا لبابلك بكرة لان كابتن هاني الغلطة بكرة ملهاش رجعة زي ما قلت الفار بيصحح اخطاء بكرة مفيش الفار اتمنى بكرة لبابلك زي ما قلت اهم حاجة عندي مناطق الجزاء مبقاش فيها مخالفة ما تتحزبش ان شاء الله طيب خلينا نتكلم مع حضرتك ويمكن قبل لها بتقول لي عندي حالات تحكمية مهمة جدا جدا في الاسبوع 19 للدوري المصري تحب تبدأ بأني حالة كابتن هاني هنا ورسالة لكل زمالينا في لجنة الحكام احنا طبعا وقفين معكم كلكم محمد فاروق وكل اللجنة وقفين وهنا من خلال هاني وانا لما بيجيب الحالات تحكمية دي احنا بنساعدكم في ازاي نطور اداء الحكام ولكن مش بنجيب الحالات تحكمية عشان نقول انكم عندكم اخطاء اخطاء موجودة في كل حتة ولكن هنا نساعد اللجنة وإحنا معاكم في اللي جاي وسواء فيه خبير هنبقى معاه ولكن نفسنا نشوف تطوير نفسنا نشوف عدالة تحكمية على الكل مبدأ سواب العقاب كابتن هاني مهم جدا جدا للحكم لما بيحس ان فلان اخطأ ولعب وانا قاعد بيدير فرقة لازم يكون فيه عدل كمان في المنظومة بشكل جيد لو لعيب حتى على مستوى اللاعبين شايف ان انا ببزل مجهود ومعنديش اخطاء وممكن المدير الفني يعني رأيي تاني ممكن ده يأخذ من نفسيته ده اللي احنا نحن نكلم فيه يعني نتكلم في نقطة مهمة حتى لو فيه وقت كابتن العامل نفسك زي التعامل الحكم نفسيا مهم جدا خلي بالك لو حكم عندوش اعداد نفسي كويس مش هيقد في المباراة نحن نتكلم اعداد في نفسي اعداد بدني اعداد فني لو الحكم ما عندوش ثلاثة مع بعض كابتن هاني صعب ان هو يقد ودي محتاجة متابعة محتاجة متابعة من الاعداد البدني والاعداد النفسي شغلة 24 ساعة مفيش هزارة كابتن لجنة الحكام في اي اتحاد في لجنة تبع اتحاد اهلي 24 ساعة كابتن كل يوم متواجدين سواء في اتحاد كرة او في المراطق الفرعية اللي بتشتغل معنا